طبعاً ما فيه شك أنه بقى فيه حالة كده من الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي عندنا كلنا لكن احنا مبارح نقشنا خطورة إدمان السوشيال ميديا على الأطفال والنشأ وكمان المراهقين اتكلمنا عن الأسباب وعن الدوافع اللي ممكن توصل أولادنا لهذه الحالة خصوصاً لما يعنيهم بتقع كده على محتوى غير لائق أو غير مناسب بالنسبة لنا المخاطر دي خلت شركة ميتا الملكة لتطبيقات فيسبوك وانستجرام طفلة قيود جديدة على المحتوى المخصص للمراهقين خلينا نعرف تفاصيل ومعنوات أكتر عن القيود دي هل فعلاً قابلة للتطبيق ولا لا هل الناس ممكن تلتزم بدا ولا لا خلينا نعرف عبر تطبيق زوم معانا الدكتور أحمد سلمان أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس مادسين صباح الخير عليك يا دكتور أهلاً وسهلاً بيك صباح النور أهلاً وسهلاً صباح النور أستاذ زميلنا صباح النور أستاذ محمد يا دكتور إزاي شايف القيود فيه أصلاً حاجة اسمها كده يعني شركة ميتا دلوقتي تقدر فعلاً إنها تفرد قيود على المراهقين وعلى الأطفال وكل الناس اللي هما أندر إيج زي ما بنقول خلينا أقول لحضرتك هو الموضوع بدأ إزاي هو كان في مجموعة أبحاث بقالها مدة وصلت لـ 41 بحث من أبحاث عملتها شركة ميتا نفسها وثبت أن في يعني بسبب مواقع الواصل الاجتماعي الخاصة بميتا زي فيسبوك أو إنستجرام في بعض المنشورات أو البوستات أو الحاجات اللي بتتعرض في المحتوى بتأدي لأزمات نفسية للمرخفين لأن مثلاً لقوا مثلاً إن البنات بتوصل لمرحلة أن هي بتكره نفسها بتكره صورتها بتكره اللي هي الحالة اللي هي عليه بيوصل الموضوع بدرجة نفسية لإحباط ودرجة من الحالة نفسية سيئة جداً وبدأت تخش في أمراض وفي درجات من الخطورة يعني بتأدي أن البني آدم نفسه ما يبقاش طايق نفسه أو قادر أنه يتعايش مع نفسه بأي شكل وده اللي خلى أن توصل لدرجة أن الكنجرس نفسه أو البرلمان الأمريكي يعني يعمل لجنات استماع عشان يعرف إيه اللي ممكن يحصل وبدأوا أن هم يشوفوا خطوات ووصلوا لأن من يومين يبدأوا يحطوا قيود عشان مش أي محتوى يتعرض للناس اللي في سن معين خصوصاً المراحقين طيب القيود دي هل زي ما حدرتك تسألي هل ممكن تتعمل بشكل يعني عملي هل في حاجة عملية تقدر تخلي أن القيود دي تتفرد طبعاً هو الموضوع كله جاي على إزاي أن أنا أقدر أحدد الشخص اللي قدامي ده هل هو بالفعل مراهق عشان أن أنا أقدر أن أنا أعرض له محتوى ألا لا فعملية أن أنا أحدد أن ده شخص مراهق أو بسن معين أو في مكان معين والكلام ده معتمد على البيانات اللي بدخلها الشخص نفسه يعني عايزة أفهم النقطة دي هي دكتور شركة ماتة من الأول أصلاً أيلة أنه في سن معين وعلشان كده لو الأطفال أو لو المراهقين دخلوا في الأساس سن تحت 16 أعتقد أو 18 سنة مش بيبقى مسمح لهم أنهم يعملوا أكاونت وساعات بيبقى تحت يعني تحت الوصاية بتاعة الأباء فأعتقد أنه من الأساس الموضوع قائم على إدخال البيانات فبرضو مش هيبقى يعرفوا يعملوا بالزبط كده هو الموضوع كله معتمد على أنت بتدخل البيانات بتقول إيه يعني ما ممكن أي حد يعني المراهقين يدخل البيانات بتاقيه يقولوا خلاص أنا مش أنا عايزة أعرف المحتوى اللي أنا عايزه فأبدأ هحط سن تاني هحط سن فوق الواحد وعشرين هحط سن فوق يعني فوق 18 فبكده هيتعرض لي أي محتوى وما فيش فعلا حد هيبص وحيراجع الموضوع ده هي الفكرة كلها أن ممكن بقى في المستقبل بعد كده يبدأ يشوف الشخص ده المحتوى اللي بيحطه عامل إزاي هل ده الصور اللي بتتحط الصور ده كلها لشخص فعلا فوق 18 ولا أقل من 18 بس هنا بقى فيه معضلة لأن إحنا دخلنا في موضوع الخصوصية والخصوصية دي فيها مشكلة تانية يعني هل أنا بتعد على خصوصية الشخص لما أبدأ أشوف مثلا الصور اللي بيعرضها عن نفسه وأبدأ أحدد تاريخ ميلاده أو سنه قد إيه من عن طريق الزكاة الاصطناعي أو أن أنا أقدر أقارن بالصور التانية هل الشخص ده سواء رجل أو امرأة فوق 18 فعلا ولا تحت 18 ففيه طرق تانية حد أحدد فيها بس حد دخلني في مشاكل تانية مشاكل اللي هي الخصوصية طيب يعني اللي نفهمه من كلام حضرتك دلوقتي دكتور رحمة مبني على يعني إلى الآن هو مبني على السن طيب اللي فهمته دلوقتي أو تحديد البيانات عن طريق الشخص نفسه إن الخطوة دي اللي هي فكرة إن هم يعملوا رقابة أو يمنعوا محتوى معين من الوصول للمراهقين هي نتيجة الضغوطات من الجهات الرقبية فقط يعني لإرضاء الجهات الرقبية لكن تنفيذها على الأرض هيكون صعب بسبب مسألة إدخال البيانات وفي نفس الوقت هيكون صعب بمراكبة ومتابعة الشباب مثلا إن ده بيدخل زي ما حضرتك ذكرت في إطار اختراق الخصوصية بالسبت حتوصل يعني الموضوع كله حيوصل لدرجات التنفيذ بتختلف يعني مثلا في ولايات في أمريكا هنا بتمنع المواقع الإباحية إلا إذا أنت قدرت تثبت أنك فعلا فوق 18 سنة ولازم تدخل مثلا صورتك وإنت شايل البطاقة واللي هنا بتبقى درايبرز ليسنس أو رخصة القيادة هي الأساسي فلازم تحملها ولازم تحطها على الجانب الآخر عندنا الزكاء الاصطناعي دكتور فهنقدر نعمل ده يعني أي شاب أو أي مراهق أو أي طفل حتى حابب يخترق هذه القيود بمنتهى السهولة عن طريق تقنيات الزكاء الاصطناعي أعتقد أنه يقدر يعملها دلوقتي للأسف فعلا يعني اللي عايز يعدي حاجة حياتك من هو عدي يعني دي خطوة كويسة كخطوة أولى أنه هو فعلا هيبدأوا أنه يعملوا حاجة زي كده هي خطوة كويسة كخطوة أولى لأن زي ما قلت حضرتك ظهرت مشاكل كثير والناس يعني بتشوف حاجات على إنها حقائق وتأخذ على أنها مسلمات وده ليس هو الحقيقي يعني الصور اللي منشوفها على إنستجرام الصور الشخص اللي بيقعد يحط محتوى وبيتعب فيه وبيعمل فيه أشكال مش ده الواقع هو مخالف للواقع فهم بينشدوا حاجة أو بينشدوا شيء صعب الوصول ليه فده اللي بيؤدي للمشاكل فعشان كده هي حطوها كخطوة أولية بس لازم يبقى فيه حلول تانية لازم فيه حاجات تانية أو خطوات تانية تتاخذ بس زي ما قلت حضرتك هي معضلة ما بين الخصوصية وزي ما بين أنا حافظ على خصوصية الشخص ده وفي نفس الوقت إن أنا قادر أحقق أخلي فيه ناتج من اللي أنا بعمل أكيد طيب يا ترى المستخدمين من المراهقين لو عمل لهم أكتر من ورنينج أو أكتر من تحذير يعني الناس بس مش هتلتزم غير لما تخاف على الأكاونت بتاعتها أو لما تخاف على الفولورز والمتابعين بتوحها أعتقد دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الأشخاص يغيروا المحتوى لو تم توجيه تهديدات من قبل الإدارة يعني على أساس إن الأكاونت دي هتتقفل هل ده ممكن يكون راضع ولا حيلاقوا حلول بديلة وحيلاقوا حاجة مختلفة يقدموها وفي نفس الوقت يفضلوا يتعرضوا لنفس المحتوىات هي الفكرة إن هم مش هيقدروا يخلوا الأشخاص اللي بتحطوا المحتوى يعني أو معظم المحتوى اللي بيتكلموا عليه بالمنظر ده فهو ما فيهوش حاجة مخالف للشروط والأحكام هو بس يعني بيدي صورة مثالية جدا للإنسان اللي هي بتخلي اللي قدامه بيحاول يعني إن هو يوصل لحاجة مش طبيعية مش حقيقية مش موجودة فهو ما بيخلفوش الشروط والأحكام في المحتوى بتاعهم بس في نفس الوقت الضغوطات ممكن تبقى في صورة تانية يعني فيه مواقع تانية بتفتح خصوصا للمراقين لأن مثلا حاجة زي فيسبوك معظم المراقين هنا مثلا في أمريكا بيشوفوا إن الفيسبوك ده بتاع الكبار يعني مش حاجة إن هي تبقى تبقى موجودة إنستجرام هيتحولوا أكتر لتيكتاك وإنستجرام لكن الفيسبوك بيبقى عندهم حاجات تانية أو المواقع تانية بيستخدموها بديلة لهم فلما فيسبوك نفسه بيشوف إن الناس بتروح لمحتوى تاني بيبدأ إنه يحاول أو ميتا بتبدأ إن هي تحاول تغير من شروطها وده بيبقى أكبر ضغط لها إن هي فعلا توصل لحل عشان الناس ما تسبش الموقع بتاعها أكيد كل الشكر لك الدكتور أحمد سلمان أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعة جيمس مدز